موعد أول مباراة لللاعبة التونسية أونسي جابر في بطولة نهائيات الجولة الختامية في أمريكا هنقول لكم على موعد المباراة منافسة أونسي جابر التوقيت القنوات الناقلة كل شيء بالتفصيل لكن في بداية الفيديو أتمنى عمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تقدر تتابع معنا كل الأخبار الجديدة أولا بأول أونسي جابر تشارك في بطولة نهائيات الجولة الختامية الماسترز التكساس الأمريكية في الفترة من 31 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2022 طبعا أونسي جابر تعتبر أول لاعبة عربية وأفريقية تشارك في هذه البطولة الكبيرة بطولة الماسترز تم تقسيم 8 لاعبات إلى مجموعتين مجموعة أونسي جابر ضمت بجانب التونسية أونسي جابر المصنفة رقم 2 على مستوى العالم كل من الأمريكية جيسيكا بغولة رقم 3 على مستوى العالم واليونانية ماريا ساكاري رقم 5 على مستوى العالم والبيلا روسية أرينا سابالينكا المصنفة رقم 7 على مستوى العالم تقام المباريات بنظام دور واحد يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف نهائي بطولة النهائيات أو بطولة نهائيات الجولة الختامية الحساب يكون حسب عدد الانتصارات وإذا تساوت لعبة مع لعبة أخرى في عدد الانتصارات يتم احتساب عدد المجموعات وإذا تساوت عدد المجموعات يتم احتساب عدد الأشواط أونسي جابر في مجموعة قوية تضم لاعبات مهمة جدا في عالم التنس للسيدات أول مباراة لأونسي جابر في الجولة الأولى هتكون ضد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة السابعة لمستوى العالم المباراة الأولى هتكون فجر اليوم 1.11.2022 1.11.2022 المباراة الثانية على الملعب الرئيسي في تمام الساعة الثالثة فجرا بتوقيت السعودية الثانية فجرا بتوقيت القاهرة والواحدة فجرا بتوقيت تونس يعني تونسي جابر هتلاعب أرينا سابالينكا الليلة بإذن الله 1.11.2022 1.11.2022 يعني النهاردة الفجر ولكن المباراة هتكون المباراة الثانية على الملعب الرئيسي أونسي جابر وأرينا سابالينكا أما بالنسبة للقنوات الناقلة لهذه المباراة قناة بي انسبورت الثالثة باللغة الفرنسية بي انسبورت الثالثة باللغة الفرنسية نتمنى ان شاء الله التوفيق لونس جابر في اولى مبارياتها في نهايات الجولة الختمية بطولة الماسترز كاول لعبة عربية وافريقية تشارك في هذه البطولة المهمة جدا نتمنى لها ان تصعد اول هذه المجموعة باذن الله وتواجه ثاني المجموعة الاولى وبالتالي تصعد الى نصف النهائي كل التوفيق يا اونس جابر كلنا بنشجعك يا اونس مباراة مهمة جدا مع اللاعبة البيلاروسية ارينا سابلينك اقول لنا توقعاتكم في التعليقات عن هذه المباراة المهمة وما تنسوش لايك واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته